السلام عليكم ورحمة الله حباب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنعمل ايه النهاردة هعمل الكبدة شيش زي ما انتوا شايفين بالشكل ده على الجريل على البتجاز اه وفي الاخر هحط لها حتة فحمة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده يلا نصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله ونبدأ ونقول هنمعاني ايه دلوقتي انا جايبا نصف كيلو كبدة ومقطعها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين معي بقى التوابل توم توم اهم حاجة توم مع الكبدة كمون شطة و قطعة صغيرة قوي من الجنزبي الفاكرين الفرش اللي احنا خزناه ومعي خل ومعي شوية زيت بسطير هحط بس ايه حوالي من معلقة واحدة خل مكتريش خل على الكبدة عشان ما تتهراش معك وحط معلقتين كده زيت وانزل معايا بالبهارات واللمون وعصرة اللمونة اهم حاجة هنشوف مع بعض دلوقتي خطوة بخطوة عصر اللمونة كده اللمون بيخلي الكبدة طعمه وريحة كده حلوين زي ما انتو شايفين بالشكل ده عصر كده اللمونة لو عندك طبعا عصرة عادي لكن احنا ما عندناش فبنعصر بادينا بطبيعتنا وعلى قد حالنا كده وصفاتي كلها سهلة وعلى قد الحال على قد الايد على قد الامكانيات يعني اللي عندك متوفر دريد تنوعي وتعملي منه احلى الاصناع هتقلبي كل التدبيلة كده مع بعضها وما تنسيش زي ما باقول كل مرة ما تنسيش تدوقي بره وتزبطي ملحك وما تقطريش ملح في الكبدة قلبي تأكدي ان المكونات والتوم والجنزبيل والبهارات كلها اتقلبت مع بعضها هنزلي بقى بالكبدة المكعبات اللي معانا ونقلبها كويس كده نجي ايه بالمضرب فجي تقلب بالمضرب معرفتش فنجيب بقى المعلقة ونقلب برحتنا خالص انا بحب أقلب بايدي يا جماعة والله جبت كده الشوكة وقلبت كل الكبدة مع الخلطة الجميلة اللي احنا عملنا هدية عشان نتأكد ان الكبدة تشرب من الخلطة بتاعتنا دي هسيبها بقى حوالي من ربع ساعة في التدبيلة دي عم نجهز الخضار اللي هنعمله معه كده التدبيلة بتاعتنا بقى الجهزة هيت شايفين شربت من الكبدة شربت من التدبيلة وبقى طعمها حلو قوي وهتأكري أكتر لما تقيها وتجربها وتشوفي معايا بقى الخضار اللي انا هعمله معها بصل مقطعها كده قطع والفلفل أخضر فلفل أحمر وطماطم تشيل القلب منها ومش محتاجين للجلد بس ومعايا طبعا العسيان الخشب دي بتاعي الشيش طووج بجيبها اللفة بحالها بعشر نب بتعمل معايا كمية كبيرة زي ما انتوا عارفين وانتوا شاطرين تحطي بقى قطعة فلفل قطعة بصل فلفل ألوان المتوفر عندك طماطم زي ما انت شايفي وتحطي قطعة برضو من الكبدة انا عملت كل سيغ شاشة بتاعي خشب من دي بحطيت فيه تلق قطعة تلق قطعة بالخضار اللي معاه زي ما انتوا شايفين كل حاجة معاكم خطوة وخطوة الألوان شكلها حلوة قوي الصراحة والعين زي ما قلت لكم العين بتاكل قبل البق يعني بتشوف الحاجات كده شكلها حلوة فنفسك هتتفتح على الأكل والأولاد وتشجعيهم بأكلات جديدة بتنوعي فيها يعني بنعمل كبدة مرة اسكندراني مرة نقليها كده طرح نشاط طويل مرة نقليها بشوية بصل وخضار ومرة نعملها شيش زي ما انتوا شايفين كده بالشكل دي وكله تنوعه في الأكل تعملي بأعايزة تعملي معاها عايش بشوية صلطة شوية صلطة الطحينة اللي موجود عندك اعمليه ووفري قطعة 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 يعني فلفل بصل طماطم كبدة شايفين بقى معايا بالشكل دي اعمل واحدة كماني هوريكم قطعة فلفل قطعة طماطم قطعة بصل قطعة فلفل الوان اللي عندك ما فيش عندك الوان يبقى خلاص الطماطم والبصل والفلفل الاخضر هيدي الالوان وهيبقى شكلها حيض زي ما انتوا زي ما قلت لكم هي بحط في كل سيخ بحط تلق قطعة كبدة بالشكل دي زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي وبعتمشوا من غير ما تحطوا اللايك ما تنسوش اللايك ربنا يكرمكم عشان الفيديو ارتفع بكم لان صراحة انا القناة بتاعتي ما بتترفعش خالص فم استنية منكم يعني اتساعدوني مش عايزة اكتر من اللايك ربنا يسعبكم ويخليكم يا رب مش عايزة اكتر من اللايك شايفين بالشكل ده بقى معانا بالشكل دي اخلص بقى انا الكمية عشان ما اطولش عليكم في الفيديو وبعدين نشوف هنعمل ايه الجريل اللي معاي على النار سخنت قوي طب ما فيش عندي جريل يا امو اسلم طاصة طاصة عادية بس سخنيها قوي حط فيها نقطة الزيت بسيطة خالص وابدقي بقى اه رص كده الشيش بتاعنا اه ويسي بقى يستواب رحت وياخد اللون بتاعه الجميل والفانة وعافية على اللي يجربها واللي يقولي في التعليقات طلعت معاه ازاي لكن انا عند الجريل فحطيت حطيتهم فيه بالشكل ده عملت قبل كده برضو على الفحم وعملت قبل كده برضو على الطاصة يعني عندك حرية الاختيار ان انت تعملي باي طريقة شايفين بدأ اه يبدأ ياخد اللون من جنب ده فبقلبه الجنب التاني عشان تأكد ان كل الجنوب استوت معك يا رب التصوير يكون مظبوط انا بصور بايدا يا جماعة بايد وباشتغل بايد شايفين كل ما بقول لكم كل ما جنب احمر قلبه على الجنب التاني يبقى معايا بالشكل ده انا بغطي برضو الجريل علشان يستوى معايا بسرعة شايفين انا بظهر المعلقة بضغط فيها نشفة ما فيهاش اي دم ولا اي حاجة واللون والريحة ما اقول لكش ولسه دلوقت يعني اقول لكم هنعمل ايه وهنحط قطعة فحمة فيها عشان بقى تدينها ريحة الفحمة كده اللي تخلي الريحة ايه تجيب اخر الشارع الوصفة دي يا جماعة لازم كده تطلعيها تكليها سخنة تبقى حلوة قوي يعني وهي سخنة كده تبقى جميلة جدا يعني ما استبهاش لما تبرد هي بتاخدش وقت معاك يعني ممكن وانت بتتجهز كده شوية حاجات في المطبول تكوني خلصتها وتروحي مقدمها على طول الجريل اللي بتاعي كان فصل فاغطيتها بقى كده خلاص الكمية كلها خلصت معانا ما شاء الله عملت نص كيلو الكبدة عمل الكمية حلوة جبت كده حتة ورق لمنتد صويرة كده حطها في في الطبق من تحت طبق من تحت زي ما انتو شايفين بالشكل ده ومولعها على حتة فحمة هحطها معاها عشان زي ما قلت لكم بيدي ريحة الفحم اروشها بقى بشوية زي كده تخلي الريحة ايه دخاني يطلع خالص شايفين ايه رأيكم ايه رأيكم في الجمال ده استهل اللايك والله استهل اللايك جبت بقى الورقة لمنتد وهلفها كلها تفضل سخنة شوية عما ايه اغرف بقية الاكل واجهزه كده ايه بقت معايا جاهزة وتاخد وتدي من الريحة بتاع الفحم وانا اشافكم على خير يارب في فيديو جديد وصفاتي انا باتي مملكتي ام اسلام في رعاية الله وحفظه وما تنسوش اللايك 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 السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر